السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايكات وشير ولو اول مرة بتشوفوني هتشرفوني بشترككم في القناة واكتبونكم مانت حلو ناس كتير كانت طلبت مني ازاي انا بحفظ التوم بالنسبة عشان يوفر وقفة المطبخ وكده فهقول لكم بقى النهاردة انا بعمله على طول باستمرار بهادي الطريقة من سنوات ولما خلص اللي عندي وبدأت اعمل كمية تانية لانها فعلا بتوفر بقى على الواحد وقت كبير في المطبخ هنا اخدت اصحابي كيلو من التوم بعد التأشير يعني بعد ما تأشري التوم تغذي كيلو اسهل طريقة انك تأشري بها التوم بسرعة تحطيه في مياه روس التوم تحطيها في مياه دافية لمدة ربع ساعة بعد كده بتبقى سهلة ان انت تأشريها اخد غسلتها كويس وبعدين جففتها تماما ما يكونش فيها اي نسبة مياه لازم تكون جفة تماما واخدتها في الكبة وهنبدأ نفرومها لوحدها بدون اي اضافة طبعا بقى كمية يعني فرم التوم بقى انت بتحبيه خشن بتحبيه ناعم بتحبيه وسط دي بقى بتاعتك انت تقدري تتحكم فيه مستوى جرش التوم او هرس التوم حسب بقى انت ما بتحبيه خشن او ناعم برحتك هنا طبعا لازم يعني بعد اول فرمة كده لازم اجيب الجوانب عشان نتأكد ان بقى فيه توم سليم وكده كله يتفرم بنفس ايه الكيفية ان شاء الله هنا اصحابي زي ما انتو شايفين حد هينفع يقول لي ينفع في الخلاط اه طبعا ينفع في الخلاط بس تشتغل شوية شوية يعني ما تحطيش الكيلو مرة واحدة عشان ما يحرق ليكيش الخلاط واشتغل فيه شوية شوية هنا اصحابي بقى مادة الحفز عندي هي الكيلو الثوم بعد التأشير نص كوب من الملح الخشن الملح الخشن مش الملح النعم عشان ما يحدق لكيش الثوم وربع كوب من السكر يبقى نص كوب من الملح الخشن وربع كوب من السكر السكر مع الملح هم مادة الحفز وفي نفس الوقت هيحفظ لي على اللون ابيض تحفة فرمتهم تاني ضربة في الكبة مع السكر والملح وهنا بقى هضيف كوب وربع من الزيت النباتي اللي بنستخدمه في الطبخ وطبعا اختروا الزيت يكون فاتح لونه ومعندوش ريحة عشان يبقى طعمه حلوي هنا اضفت كوب وربع وطبعا برضو هقلب كده تقليب قبل المفرم وطبعا بعد اضافة الزيت زي ما قلتلك بقى انت عايزة نعم جدا عايزة متوسط يعني براحتك انت اللي بتتحكمي في مستوى فرمتهم حسب ما بتفضلي انا بفضله ناعم صراحة فهخفقه كمان او هضربه كمان مع الزيت كده ما فيش اقل من دقيقة لان هو اساسا خلاص تفرم ضربه متقطع عشان تحفظه على القلة بتاعتك ما تتحرقش منك لان لما بنشغل اي كبة اي خلاط باستمرار ده بيجهد المطور برضو هنزل اطراف وهنزل كده وديله خفقة كمان وكده يبقى صار جاهز معاني ان شاء الله لو سمحتوا لو لسه معايا لغاية دلوقتي في الفيديو لو سمحتوا لناس اللايك يحط اللايك وما تنسوش تكتبو لي كومنت حلو ولو انتو جداد ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس هدي خفقة كمان اصحابي وكده يبقى صار معانا التوم جاهز طبعا عندي برطمانات زجاجية بتاعت المربا بتاعت النوتيلة اللي بتتفضل معانا غسلتها كويس جدا بالمية السخنة ودخلتها المايكرويف 30 ثانية للتعقيم او ما عنديكش مايكرويف في المية السخنة وتحطيهم على حاجة شبكية يصفوا المية الزايدة اللي فيهم وينشافوا تماما وهنا بقى زي ما انتو شايفين التوم بقى تحفة هعبي بقى في البرطمانات زي ما انتو شايفين وبرضو بحب بحط معلقة زيت كده على الوجه وبشيله بقى بعينه في الفريزر بيجلس معاك يوصل للسنة ما فيش اي مشكلة وانا مرضتش اعمل منتاج للفيديو لحد ما حطيته في في الفريزر لمدة ليلة في الفريزر انا بجمده بقى وبطلع باخد منه مع الاستهلاك على طول لا بيخرب ولا لونه بيغير ولا اي حاجة هنا بعد ليلة في الفريزر وجمدته هنا اصحابي اذا شايفين بيبقى لين مش جامد وتستخدميه اشتركوا في القناة